النقاش أيضا ينضم إلينا مباشرة من بغداد أستاذ الإعلام السياسي علي الشيخ خزعل سيد علي أرحب بك معنا إلى هذه النشرة بداية إمكانية مرور التظاهرات المتوقع أن تقام غدا بسلمية نعم بداية تحية لك وللمشاهدين الكرام ولقناة الحر عراق اليوم المشهد العراقي يشير إلى الكثير من التعقيد بسبب الدعوة إلى الاحتجاجات والتظاهرات هذه الاحتجاجات والتظاهرات أربكت المشهد السياسي والأمني بالعراق اليوم الجميع يرى بأن هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات لها أهداف كثيرة هناك من يرى بأن الدعوة من هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات هو من أجل فقط أحياء ثورة تشرين وهناك من يرى بأن هذه الاحتجاجات وهذه المظاهرات هي تكملة أو مواصلة المطالبة بمواصلة التغيير المشهد السياسي في العراق وهذا سبب الانقسام بين حراك تشرين هناك مجموعة ستتجه إلى التحرير ومجموعة إلى النصور أم هناك أسباب أخرى هذا ليس انقسام بقدر ما هو إرسال رسائل كثيرة من أكثر من مكان للقوة الفاعلة في هذه المظاهرات هناك جهات ترى بأن هناك جهات سياسية تسعى من هذه المظاهرات من أجل إرسال رسائل واضحة للقوة المشاركة في العملية السياسية والتي تسعى إلى تشكيل الحكومة القادمة هناك جهات تحاول عرقلة عقد جلسات البرلمان واختيار رئيس الحكومة القادمة وكذلك تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية هذه الجهات تراهن على المظاهرات وتحريك الشارع من أجل شل حركة القوة السياسية الموجودة حاليا في العملية السياسية هل من الممكن أن تستخدم تصعيد أمني؟ نعم ممكن على الرغم من التزام سيد مقتدى الصدر في حالة الصمت بالرد على توجهات خصومه بتشكيل الحكومة إلا هناك المنصات التابعة للتيار الصدري دعت وبقوة إلى المظاهرات يوم غد إذن التيار الصدري سوف يكون من القوة الكبيرة المشاركة في التظاهرات ألم يتحدث سابقا ويقول لا تظاهرات بعد الآن حتى وإن كانت سلمية؟ نعم هي التظاهرات هي سلمية ولكن القوة المشاركة في هذه المظاهرات تحاول إرسال رسائل من هذه المظاهرات بأن نحن لا تزال الكرة في ملعبنا وأحنا القادرين على تحريك الشارع اتجاه أي خطوة تكون خلاف تطلعاتنا وخلاف رؤيتنا للعملية السياسية الحالية اليوم التيار الصدري هو القوة الكبيرة المؤثرة بالمشهد السياسي الحالي وهو اليوم الذي يسعى إلى تحريك الشارع لأن الكل يعرف بأن السيد مقتدى الصدر يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة يحاول من خلال هذه القاعدة الشعبية إيصار رسائل واضحة إلى القوة السياسية المشاركة في العملية السياسية ولا خصومة بالإطار التنسيق اليوم بعد استقالة النواب التيار الصدري من البرلمان أصبحت الأدات الوحيدة بيد التيار الصدري هي المظاهرات واليوم مناسبة انطلاق أو إحياء تظاهرات تشرين هي أهم المناسبات التي يمكن من خلالها التيار الصدري إرسال رسائله الواضحة بشأن اختيار رئيس الجمهورية اختيار رئيس الوزراء القادم اختيار الكابينة الوزارية اليوم مقتدى الصدر السيد مقتدى الصدر يحاول من هذه المظاهرات إرسال هذه الرسائل للقوة المشاركة في العملية السياسية لو تم اقتحام الخضراء من قبل المحتاجين برأيك هل من الممكن أن تحدث اشتباكات لا يحمد عقبها؟ هذه الاحتمالية واردة ولكن حقيقة بسبب الانتشار الأمني المكثف لشهدت العاصمة بغداد يعني أتصور من وجهة نظري هذه الامكانية ضعيفة جدا امكانية حدوث صدامات ولكن ما سوف يترتب عليه بعد هذه المظاهرات هو الشارع يترقب ويتخوف من ماذا يترتب من بعد هذه المظاهرات اليوم نحن العاصمة بغداد شهدت انتشار أمني كثيف للقوات الأمنية وقطع الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة بغداد وكذلك كانت هناك ممارسات أمنية قبل المظاهرات في جانبي الكرخ والرصافة وكذلك داخل المنطقة الخضراء القوات الأمنية موجودة والرسائل التي أرسلتها قيادة عملية بغداد لجميع المتظاهرين بأن القوات الأمنية جادة بعدم حدوث أي صدامات بين المتظاهرين وبين القوات الأمنية وسوف لن تسمح لأي طرف حتى كان طرف ثالث باستثمار والاستياد بالمياه العكرة من أجل تأزيم المظاهرات وتأزيم الوضع الأمني في العاصمة بغداد ومتنى كثيرا لك على حضورك معنا مباشرة من بغداد أستاذ الإعلام السياسي علي الشيخ خزعل شكرا جزيلا لك